وفي إطار نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في فبراير الماضي وجلسة المباحثات التي عقدها سموه مع أخي سمو الأمير محمد بن نائب بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد من رشد الزياني مركز المستثمر السعودي بمقر الوزارة ببوابة المرفأ المالي وأشار الزياني إلى أن الوزارة تسعى في سياق توجهاتها الاستراتيجية التي تصب في ترجمة رؤية البحرين الاقتصادية 2030 إلى تقديم كافة التسهيلات والخدمات للمستثمر السعودي من خلال هذا المركز وبإدارة متخصصة تهدف إلى تسهيل كافة المعاملات والإجراءات التي من شأنها تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة في هذا الشأن بما تشمله من متابعة مع الجهة الحكومية المرخصة والمانحة للموافقات لمختلف الأنشطة التجارية وأكد الزياني أن افتتاح مركز المستثمر السعودي يعد إحدى ثمار الزيارة الأخيرة لسمو ولي العهد إلى السعودية في فبراير الماضي وبناء على رؤية سموه للعلاقات الرسخة بين المملكتين الشقيقتين تؤكد بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التسهيلات أمام الاستثمارات السعودية في البحرين نظرا للقرب الجغرافي والعلاقة الأخوية القوية بين البلدين ويعد المركز من القنوات المميزة للخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهو يهدف إلى التركيز على تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين السعوديين للأعمال التجارية في مملكة البحرين والعمل على تشجيع الاستثمارات عبر المزيد من التسهيلات والحوافز كما يتمكن المستثمر السعودي من خلاله أيضا من الإدراج في بورصة البحرين وذلك عبر الربط بسوق التداول في المملكة العربية السعودية